السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسا جديد إذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء ليصلك كل يوم فيديو جديد نتعلم في هذا الفيديو كيف يسأل السؤال بالمضارع يعني بالحاضر بالوقت الحالي وفي الماضي من خلال هذا التدريب الجميل والرائع بحيث تستطيع أن تشكل سؤال بكل سهولة تابع معاين هذا الفيديو هناك الكثير من المعلومات التي تعلق تشكيل السؤال بالمضارع والماضي إذا لدينا مجموعتين المجموعة الأولى present يعني المضارع الوقت الحالي past الماضي عدنا كواتسة نمبر وان سؤال الأول what day is it today يعني ما هو اليوم ما هو اليوم يعني شو اليوم أي يوم من الأيام what day is it today what day is it today الثاني الإجابة is it أقلبها بصير it is أو مباشرة أختصرها بدلا عن حرف الـ i أضع أباستروفي أحذف حرف الـ i أضع أباستروفي بعدها الـ s أكتبها كما هي بصير it's هنا ألفظها it is اللفظين صحيحة أو الكتابتين صحيحة لكن الأفضل دائما الإختصار it is it's sunday إنه يوم الأحد it's sunday نفس السؤال إذا رأيت تحوله على الماضي what day أيضا نفس الصيغة what day بدلا عن is أضع was لأن الماضي عدنا من is was it كما هي بدلا عن today اليوم yesterday البارحة what day was it yesterday ماذا كان يوم أمس أو يوم البارحة أثناء الإجابة أيضا لاحظ was it أقلبها الصير it was لاحظ it was كان أو إنه كان Saturday إذن يوم السبت it was Saturday إذن لاحظ غيرنا today إلى yesterday أيضا is إلى was والصيغة نفس ما هي أيضا نهينا الجملة بعلامة استفهم أيضا نهينا الجملة بعلامة استفهم what day is it today what day was it yesterday it's sunday it was Saturday السؤال اللي بعده question number two what month is it now ما هو الشهر الآن أو الحالي what month is it now أيضا الثاني إجابة كمان قلنا نقلب is it تصبح it is لكن أختصرها بدأ حرف i أضعه بصرفي تصبح it's june it's june إنه شهر june إذن حزيران إذا حولت على الماضي what month نفسها لاحظ what day what day what month what month عشان تعلم الصيغة بدلا عن is أيضا وضعت was عدنا now الآن أو في الوقت الحالي last month في الشهر الماضي لاحظ what month was it last month ما هو الشهر الماضي أو ماذا كان الشهر الماضي لاحظ أثناء الإجابة أيضا was it أقليبها تصير it was may كان أو إنه كان أيار أو شهر مايو what month was it last month إذن لاحظ الصيغة نفس نحفظها what month what month is it was it now last month أيضا what day what day is it was it بدلا عن today أضعه شو yesterday إذن الصيغة تدرب عليها وخلص الصيغة ثابتة وفقط التدرب والممارسة على استخدامها what day is it today what day was it yesterday it's Sunday it was Saturday طبعا أغير على حسب الأيام اللينا فيها what month is it now it's June what month was it last month لدينا هذا السؤال is it sunny today هل الجو مش مسى اليوم أو هل هو مش مسى اليوم يقصد بيها weather إذن طقس is it cold today is it cloudy today على حسب الطقس is it sunny today هل هو مش مسى اليوم دائما أثناء إجابة فقط أقلب أول كلمتين لاحظ yes دائما نضع بعدها كما فاصلة أنهي بفلسطة نقطة أيضا كما أنهي بنقطة دائما هذه أقلب أول كلمتين yes it is no it isn't isn't هي اختصار ل is not بدل عن ال n o وضعت أباستروفية اختصرها isn't بالماضي بدل عن is كما قلنا استخدم was بدل عن today استخدم yesterday was it sunny yesterday هل كانت جو مشمس البارحة was it cloudy yesterday was it rainy yesterday هل كانت ماطرا البارحة لحسب الجو أيضا أقلب أول كلمتين أيضا بعد yes أضع كما بعد no أيضا أضع كما أنهي بفلسطة بنقطة دائما هذا دائما وأبدا yes it was no it wasn't يعني نعم كان كان مشمس no it wasn't كل لم يكن مشمس أيضا wasn't هي اختصار was not بهذا الشكل إذن فقط is حولت إلى was أيضا today إلى yesterday دائما الإجابة سأعني بإز الإجابة بإز أول كلمتين أقلبهم سأعني بwas أجيب بwas دائما أول كلمتين أقلبهم فقط where are you now أسأل شخص أين أنت الآن وينك الآن where are you now أين أنت الآن لاحظ أين أنت إذن لاحظ أنت إذن you حوله إلى I لاحظ لسأنا أقول I are دائما وأبدا بعد I نستخدم am I'm at home أنا أكون في المنزل أو أنا في المنزل where were you yesterday أين كنت البارحة أين كنت أمس أيضا بدلا عن are استخدمت where بدلا عن now استخدمت yesterday where are you now where were you yesterday أين كنت البارحة لاحظ where نفس لفظ where لكن هنا في عندنا H هنا بدون H where أين where كان نفس اللفظ where were you yesterday أثناء الإجابة I بدلا عن you حولت I يعني أنا I تأخذ was I was at home كنت في المنزل is it sunny today yes it is no it isn't was it sunny yesterday yes it was no it wasn't where are you now I'm at home where were you yesterday I was at home are you in Spain هل أنت في إسبانيا يعني هل أنت تكون في إسبانيا على حسب الدولة غير رسم الدولة حطنا إسبانيا مثال are you in Spain أثناء الإجابة كما قلنا أقلب أول كلمتين بدلا عن you أضع I I تأخذ am أقلبهم yes I am ما ننسى الكما وأيضا فلسطوب فاصلة نقطة no I'm not where you in Spain هل كنت في إسبانيا where you أثناء الإجابة بدلا عن you أضع I عدنا I تأخذ was أيضا أقلبهم yes I was no I wasn't أو نقول I was not إذا بشكل مختصر أو بشكل كامل are you in Spain yes I am no I'm not were you in Spain yes I was no I was not إذا سألت بكان can you drive the car هل بإمكانك أن تقود السيارة أو سوق السيارة can you drive the car أثناء الإجابة كما قلنا you أحولها I can كما هي بس أقلبهم أو فقط أقلبهم yes I can سألني بكان أجيب بكان لاحظنا ما ننسيلك مفاصلة yes I can نعم أستطيع نعم أقدر إذا أردت أقول لا no I can't أو أقول can not no I cannot كلا لا أستطيع أثناء بالماضي سألت can الماضي منها could الباقي نفسه فقط can could could you drive the car هل أستطعت أن تقود السيارة سألني could أجيب because لكن عندنا you أنت لأن أنت تصاري إجابة أنا could you تصبح أقلبها yes I could نضع الكامة ما ننسى نضع فلسطوب yes I could نعم استطعت no I couldn't كلا لم أستطع are you in Spain yes I am no I'm not were you in Spain yes I was no I was not can you drive the car ممكن أغير can you play football can you clean the car can you wash your hand وهكذا على حسب الجملة لكن نبدأ دائما ب can you yes I can no I can't you you I could you drive the car could you wash your hand could you play football وهكذا you could you drive the car and I I can do I can can I can I can 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 I can could and can can and can كما هي الأفضل دائما هل أسئلة هذه تكون أسئلة عامة والمتداول بشكل يومي أحفظ الترتيب بشكل بصم وأتدرب على استخدامها بهذه الطريقة أستطيع أن أتكلم اللغة الإنجليزية بشكل أفضل وأحسن من مستوى في التحدث والأفضل أيضا ممكن أصور نفسي فيديو وأتكلم الجملة بهذه الحالة تعطيني جرى أني أتكلم حتى لو أخطأ دائما أخطأ والمشكلة لكن المهم أني أتابع وأستمر وأتعلم بشكل يومي بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن كيفية تشكيل سؤال في زمن المضارع أو الزمن الحالي والزمن الماضي وكيف أغير في الجملة أغير بعض الكلمات هذه بشكل عام تشكيل السؤال بالمضارع والماضي أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لأكل فيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته